السلام عليكم من المعروف أن الرجال لا يستطيعون التعبير عن مشاعرهم مثل النساء يعجبهم عندما تتحدث أفعالهم أكثر عن كلماتهم لذلك في كل موقف يظهرون ما يشعرون به بدلا من قول ذلك في الواقع لكن الرجل الحقيقي بالتأكيد لن يفعل كل شيء لأي امرأة في حياته سيكون مستعدا للقيام بكل ذلك فقط من أجل المرأة التي يحبها لذا إذا كنت لا تعرف ما يفعله الرجل من أجل امرأة يحبها أقترح عليك متابعتي في هذا الفيديو لأنني سأكشف لك عن بعض الأشياء الأكثر شيوعا التي يفعلها الرجال عندما يكونون في حالة حب قبل ذلك لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر التنبيهات ومشاركة رابط الفيديو على صفحاتك في فيسبوك وتويتر والآن هيا بنا الأمر الأول الذي يفعله الرجل للفتاة التي يحبها هو سوف يستمع لها وعندما أقول يستمع لها فأنا أعني ذلك حقا لن يهزى رأسه فقط كعلامة على الموافقة لكنه سينصت باهتمام إلى كل ما ستقوله يمكن أن يكون حديثها حول مشاكل في العمل أو مع أصدقائها أو أي شيء آخر وربما لا يكون الموضوع في الأساس مهم بالنسبة له لكنه بسبب حبه لها سيكون موجودا دوما بجانبها للاستماع لشكواها ولأحاديثها إنه يعلم أن التواصل هو مفتاح لعلاقة مستقرة وصحية لذلك لن يكون محبا للامرأة فحسب بل صديقها المفضل في المقام الأول الأمر الثاني الذي لن يفعله الرجل إلا مع الامرأة التي يحبها هو سيخبرها إذا كانت مخطئة عندما يحب الرجل امرأة فإنه سيهتم بما يجب أن تقوله ليس فقط أمامه ولكن أمام الآخرين أيضا إنه يهتم بعلاقته بها وهو على استعداد للمجادلة معها ليخبرها أنها لم تفعل بعض الأشياء بشكل صحيح إذا جرحته بكلامها أو أفعالها فسيحدثها عن ذلك ويظهر لها أنه يشعر بالسوء حيال ما قالت أو فعلت أكثر من هذا سوف يطلب منها التوقف عن فعل ذلك الأمر الثالث الذي لا يفعله الرجل إلا للمرأة التي يحبها هو سوف يغير رأيه من أجلها أنت تعرف كيف يمكن أن يكون الرجال عنيدون أليس كذلك؟ حسناً الرجل الذي سيقوم بتغيير رأيه بسبب إمرأة هو رجل غارق في الحب بدون شك فمثلاً إذا قرر الذهاب للتسوق مع سيدته بدلاً من الذهاب إلى مباراة كرة القدم مع أصدقائه المفضلين فهذا يعني أنه يفضلها هي في المقام الأول بالنسبة له وأنه يستمتع بقضاء الوقت معها وهذه تعتبر من أوضح العلامات على أنه يضعها في المرتبة الأولى وأنها أهم شخص في حياته الأمر الرابع الذي يفعله الرجل فقط للمرأة التي يحبها هو سوف يقاتل من أجلها سيظهر رجل مثل هذا مشاعره الحقيقية للمرأة التي يحبها إنه يعرف كم هي جديرة به حقاً ولا يريد أن يفقدها هذا هو السبب في أنه سيقاتل ضد كل رجل يقترب منها لأن هذه هي طريقته في حمايتها من الذئاب اللعينة التي تحوم حولها طوال الوقت لن يخبرها أبداً أنها مذنبة بارتكاب شيء ما إذا لم يكن لديه دليل إنه يعرف كيف يكون قلب المرأة ضعيفاً وهشاً ولن يفعل أي شيء لإيذائها الأمر الخامس الذي لا يفعله الرجل إلا للمرأة التي يحبها هو سيكون صادقاً معها الرجل الذي يحب سيدته سيكون دائماً صادقاً معها بغض النظر عن مدى سوء الحقيقة إنه يعلم أنه لن يكون قادراً على الكذب عليها إلى الأبد لذلك يختار النهج الصحيح وهو يريدها أن تكون صادقاً معه فيفعل نفس الشيء معها بهذه الطريقة يمكن أن يكون لديهما علاقة مثالية بدون أكاذيب الأمر السادس الذي لا يفعله الرجل إلا مع المرأة التي يحبها هو يشعر بألمها عندما يحب الرجل إمرأة سيشعر بالسوء إذا شعرت هي بالسوء أيضاً سيكون معها في لحظات الحزن ولن يدعى أحد يؤذيها إنه أفضل صديق لها وسيظل موجوداً دائماً من أجلها لإعطائها نصيحة أو لمواساتها رجال مثل هذا نادرون لذا إذا كان رجلك مثل هذا فتأكدي من الاعتزاز به لأنه حارسك الأمين الأمر السابع الذي لا يفعله الرجل إلا للمرأة التي يحبها هو سوف يدفعها لتكون أفضل نسخة من نفسها إذا دفع رجل سيدته لتصبح أفضل نسخة من نفسها فهذا يعني أنه لا يشعر بالغير منها وأنه يريدها أن تحقق أحلامها سيكون دائماً موجوداً من أجلها لمنحها الدعم والحب دون أن يستفيد منها أبداً الأمر الثامن والأخير الذي لا يفعله الرجل إلا للمرأة التي يحبها هو سيفعل أي شيء من أجلها عندما يحب الرجل إمرأة لا يوجد شيء لن يفعله ليجعلها سعيدة سيكون عشيقها وصديقها المفضل ورفيق دربها وأكبر معجبيها سوف يؤمن بها حتى في تلك اللحظات التي لا تؤمن فيها بنفسها وسيكون هناك دوماً لتذكيرها بحبه كل يوم كانت هذه هي الأمور الثمانية التي لا يفعلها الرجل إلا للمرأة التي يحبها اكتبوا لي في التعليقات هل هناك أمور أخرى لن يفعلها الرجل إلا للمرأة التي يختارها زوجة له كذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وترك التعليقات فهي ممتعة لي وللمتابعين الآخرين ألقاكم في فيديو جديد كالمعتاد بإذن الله السلام عليكم